في حلمها، رأت هناء نفسها ترتدي ملابس رواد الفضاء وتنطلق في مركبة فضائية بسرعة عالية نحو سطح القمر وعندما وصلت المركبة، خرجت هناء واتخذت بضع خطوات قبل أن تتوقف وتقف ساكنة تتساءل أين أنا؟ أين عائلتي ومنزل وجيراني؟ أين مدرستي وأصدقائي؟ أين البيوت والشوارع والناس؟ إلى أين اختفوا جميعا؟ ثم سرعان ما أدركت أنها واقفة على سطح القمر تأملت هناء ونظرت حولها في دهشة وتساءلت ما هذا؟ الأرض هنا غريبة، الأحجار تشبه المرايا تعكس الضوء ثم وجدت نفسها تتحرك بخفة تقفز وتحلق عاليا قالت هناء وهي مبتهجة أنا أطير وأهبطك الفراشة على الرغم من الآلات والمعدات الثقيلة التي أحملها على ظهري كم تمنيت أن تكون صديقاتي وزملائي معي لنمرح ونطير معا إلى أبعد مدى وقد شعرت بالوحدة، فلا يوجد معها رفيق أو صاحب على سطح القمر واعتراها القلق من احتمال نفاذ الطعام أو الشراب أو الأكسوجين في مركبتها الفضائية تساءلت هناء، ماذا يمكن أن تفعل؟ بدأت تنظر حولها يميناً ويساراً، كأنها تبحث عن شيء مفقود حتى وقعت عيناها على مقعد يحتوي على آلة غريبة تشبه المركبة الفضائية ارتسمت البهجة على وجه هناء، وبرقت عيناها بالحماس وبسرعة جلست على المقعد وهي تفكر أتمنى أن تعمل هذه الآلة قامت هناء بالضغط على زر التشغيل فتحركت الآلة بسرعة السهم، ودخلت في مجال الجاذبية الأرضية شعرت هناء بالهزة القوية، وغمرتها السعادة عندما رأت مصر الحبيبة وأهراماتها العظيمة ترحب بها كأنها تقول أهلاً بك، هناء، رائدة الفضاء ثم استيقظت هناء على صوت أمها تناديها